اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة الرويع بالعتبة بدأ من فندق بالمنطقة وامتد إلى المنازل المجاورة التي تضم مخازم مواد بلاستيكية زادت من حدة الحريق دفعت قوات الحماية المدنية بـ 32 سيارة إطفاء كما تدخلت القوات المسلحة وشركة المقاولون العرب للسيطرة على الحريق قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس سيات الإسعاف أن عدد مصابي حريق العتبة ارتفع إلى 50 مصابا بينهم 22 نقلوا إلى المستشفيات ويتوقع أن يتم خروجهم في أقرب وقت وبالإضافة لـ 16 حالة تم إسعافها بموقع الحريق ولا وفيات حتى الآن أضاف أن هناك أكثر من 25 سيارة إسعافة حاليا متواجدة في مكان الحادث